ها هو الليمون أو ما يعرف محليا باللومي يأتي كأحدى بشائر القيض ويحتفي به معهد الشارقة للتراث عبر فعالية تعرف بالتراث وتنقله للأجيال ففي مقر المعهد بالمدينة الجامعية نظم المعهد ومركز فعاليات التراث الثقافي البيت الغربي مجموعة من البرامج والنشاطات النوعية التي تتناسب مع مختلف المراحل العمرية وتعرف طالبة المدارس على شجرة اللومي التي تم اختيارها هذا العام لكونها من مفردات الطبيعة المبشرة بالصيف كما تم تنظيم العديد من الورش حول استخدامات الليمون في الطعام وفي العلاج وغيرها من الورش التثقيفية